النادي الاهلي وصل الامارات مساء الاسنين فعلا استعداد لمطورة كأس العالم للاندية كان عدد كبير من الجماهير كالعادة يعني في استقبال النادي الاهلي في محيط مطار ابو زبي وكانوا الجماهير في اتم الاستعداد لاستقبال بعثة النادي الاهلي بهتفات عظيمة جدا وهتفات بالتأكيد مطالبة بالفوز بالبطولة والمباريات في كأس العالم للاندية قائمة النادي الاهلي في هذه البطولة ضمت اللاعبين التاليين وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورمي ربيعة ومحمد هاني وطهر محمد طهر وقاليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وبيرس تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشا ومحمود وحيد وحمز علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكي سوني وزياد طاري ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم وبعثة الفريق اللي احنا قلنا عليه هدي مع كل اللي موجودين دخلت معسكر مغلق في الامارات استعدادا لهذه البطولة هلحب بيهم اللعبين التقوليين المشارجين مع المنتخب الوطني في كأس الأمور الأفريقية بعد كأس الأمور الأفريقية إن شاء الله نتمنى منتخبنا يوصل فيها للنهاية بالنسبة لبيرس تاو فهيستجمل تدريباته العلاجية والاستشفاء خلال فترة المعسكر في الامارات وده إن شاء الله ما عرفش بقى سكانها يحاولها بس أعتقد هيبقى بالنسبة له الأمور صعبة جدا